اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند طيب فقرة ترند الترند زي ما عودناكم خلال الفترات الاخيرة بيبقى عندنا معلومات الحمد لله بيبقى فيها السابق والناس كلها بتعرف الجديد من خلالنا هنا سواء في المشوار المحلي المشوار الافريقي اخر اخبار النادي الاهل ازاي بيانا استعد للمرحلة اللي جاية وقدر الامكان بنحاول يكون فيه مصدقية وبنقول لكم معلومات صحيحة بالنسبة للفترات اللي جاية في ظل ان فيه البالة كتير قوي عبر السوشيال ميديا اول حاجة انا عايز اشيد بكل الزملاء الصحفيين والمواقع الرياضية خارج مصر تحديدا في تونس والمغرب وايضا كمان بعض المواقع الرياضية في جنوب افريقيا اللي امبارح زكرت المصدر الرئيسي اللي زكر فكرة ان برنامج الترند امبارح كان عنده السابق ان مسابقات الافريقية للاندية الفترة اللي جاية هناك اقتراحات في المكتب التنفيذي بزيادة العوائد المالية والجواز المالية بالنسبة للفترة اللي جاية خاصة ان الاعتماد المالي في 2020 كان اخر اعتماد مالي للمسابقات الحالية بالجوائز المكتوبة ب2.5 مليون دولار بالنسبة لدور الابطال و1.250 دولار لبطل الكونفيدرالية و100 ألف دولار لكأس السوبر الافريقي وبالتالي بشكرهم على ان هم ذكروا المصدر وان قناة الاهل وبرنامج الترند كان لي السابق في هذا الامر البعض ممكن بعض المواقع بقى في مصر ما بتحبش تقول من المصدر مش مشكلة احنا بيكون عندنا تفاصيل ما بنقولش كل اللي عندنا بس بتبقى الناس عارفة من البداية مين اللي بيسبق ومين اللي بيقول المعلومة والناس اللي بتتعامل بمهنية بتذكر ان هذا الصبق او هذا الخبر او هذا الانفراط كان مين اللي قاله او برنامج اللي سبق وقال هذا الموضوع طيب الناس من مبارح او على مدار اسبوع مضى كانت بتتكلم على فكرة مباراة السوبر عتتلعب فين بقرا ان شاء الله في اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي الاجتماع مش هيكون عبر الفيديو كونفرنس او اجتماع افتراضي لا الاجتماع هيكون بحضور اعضاء المكتب التنفيذي في احدى الفنادق المطلة على نهر النيل الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القهر حتى هذه اللحظة في حوالي اكتر من اتنين او تلت اعضاء مجوش الاجتماع لكن بقرا بشكل كبير هنعرف مين اللي هيكون موجود مين هيتغيب في هذا الاجتماع الهم جدا اللي هيناقش تفاصيل مهمة بالنسبة للمرحلة اللي جاية اول حاجة هيكون في تحديث على مسابقات الاندية الافريقية بالنسبة للمرحلة اللي جاية تحديث لوائح الانضباط تحديث لوائح المسابقات وايضا كمان تحديث الميزانية والاعتماد المالي للبطلات الافريقية هي اكتراحات قد يتم اعتمادها وقد يتم رفضها لكن بقدر الامكانها بنحاول نقول لكم اللي بيدور في الكواليس خلال الفترة الحالية ايضا كمان هيكون فيه اتفاق على مكان وموعد السوبر الافريقي موسم عشرين عشرين وموسم عشرين واحد وعشرين وهتكلم معاك عن السوبر الافريقي وقال لكم اللي بيحصل في الساعات الاخيرة والقرار هيكون رايح في اي اتجاه ايضا كمان هيتم فتح باب الاستضافة لاستضافة او تقدم لاي من الاتحادات الالية لاستضافة نهائي دور ابطال افريقيا وكأس الكنفدرالية موسم عشرين واحد وعشرين وعشرين اثنين وعشرين وفتح طلبات التقدم خلال الساعات اللي جاية وكراسات الشروط والشروط المتوفرة بالنسبة للاتحادات اللي عايزة تنظم نهائي دور الابطال والكنفدرالية خلال الموسمين القادمين وايضا كمان اعتماد الميزانية الاخيرة ووضع ميزانية جديدة للموسم الافريقي القادم بالمناسبة الميزانية اللي هيتم وضعها هيتم وضعها لموسم واحد البعض النهاردة كان بيكتاد وبيقول فيه ميزانية لأربع سنين لا الموسم اللي جاي فقط لان فيه انتخابات في مارس القادم في الرباط في المغرب وبالتالي هيكون فيه مجلس مكتب تنفيذي جديد للاتحاد الافريقي وهناك رئيس جديد للاتحاد الافريقي وبالتالي مش هينفع يعملوا ميزانية اربع خمس سنين وفيه مكتب هيتشكل بعد الانتخابات ان شاء الله في مارس اللي جاي بشكل عام دي التفاصيل المتعلقة باجتماع المكتب التنفيذي والامور المهمة بالنسبة لكل المشاهدين هو 16 بند تعيين رئيس فخري للكاف الازمة اللي موجودة مع لاجرديري سبورتس بخصوص عود البس الفضائي كل دي امور هتتناقش في اجتماع المكتب التنفيذي القادم لكن اهم بند اللي الناس كلها بتنتظر هذا القرار وهذا الاعلان وده كنت قلته في عنوين برنامج الترند وهو متعلق بموعد ومكان السوبر الافريقي طيب هتسمعوا مني كلام بالتواريخ وكلام مؤكد الاتحاد الافريقي يوم 20 نوفمبر اعلم في بيان رسمي ان السوبر الافريقي هينظم في مصر خلال الفترة اللي جايه ويوم 29 نوفمبر في بيان او في خطاب رسمي جاء من الاتحاد القطري اللي قرة القدم للاتحاد الافريقي وتم ارساله اللجنة الاندية بيخترهم في ان الاتحاد القطري لن يستطيع تنظيم السوبر الافريقي خلال العام الحالي بسبب اجراءات فيروس كورونا وعدم وجود عائد تسويقي من تنظيم هذه المباراة وبالتالي بيعتذر عن تنظيم هذا الحدث في حين انه هيتم الاتفاق والتواصل بخصوص السوبر الافريقي العامين القادمين البعض بيجتهد وشايف ان السوبر الافريقي متبق فيه عام واحد في الاتفاقية اللي تمت بين الاتحاد الافريقي والاتحاد القطري لا تبقى لهذا الخطاب باقي بطولتين سوبر في الدوحة خلال الفترة اللي جاية بهذه البطولة لكن هذه البطولة الاتحاد اللي فقا اعلن من 20 نوفمبر في بيان اعلامي ان البطولة هتتنظم في مصر طيب لجنة الاندية طلعت توصية المكتب التنفيذي قد يعتمدها غدا او قد يختار تاريخ جديد وهي التوصية متعلقة 18 ديسمبر اقامة السوبر الافريقي في مصر بالمناسبة تبقى للاجندة اللي اعلنها الاتحاد الافريقي هذا المواد هو الموعد الوحيد المتاح لاستضافة السوبر الافريقي يوم 18 ديسمبر في مصر لكن هناك انباء اخرى وتفاصيل اخرى بتكلموا ان ممكن يكون فيه اقتراح ان الدوحة تطلب الاستضافة من جديد ولكن في اواخر يناير قبل كاس العالم للاندية بشكل عام خلال 24 ساعة بكتير الامور كلها تتضح بشكل رسمي لكن تبقى للأوراق الرسمية حتى هذه اللحظة السوبر الافريقي في مصر يوم 18 كتوصية وننتظر الاعتماد الرسمي في 3 ثواني لايحة السوبر الافريقي بتقول ان البطولة هتتنظم في ملعب دور الابطال واذا تعذر ممكن تنظم في ملعب بطل الكنفدرالية لكن صاحب القرار الرسمي والاخير هو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدر اخرج لفاصل وبعد الفاصل ندخل بقى اكتر في ترند الاه ترجمة نانسي قنقر